بحضور وزير العمل سعادة السيد جميل بن محمد علي حمدان وسعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة رئيس مجلس أمناك كلية البحرين التقنية بولي تكنيكا البحرين والسيدة مهام فيزة الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين عقدت كلية البحرين التقنية بولي تكنيكا البحرين المؤتمر التعريفي الأول لبرامج التلمذة المهنية والتي تطرح ضمن خمس تخصصات يحتاجها سوق العمل نعم هذا المؤتمر يبحث سبل تأهيل الشباب البحريني للتوجه إلى التخصص في هذه المهن بأسلوب علمي ومدروس خمسة تخصصات مهنية يحتاجها سوق العمل تم الكشف عنها في المؤتمر التعريفي الأول لبرامج التلمذة المهنية لتأهيل الشباب البحريني للتوجه إلى التخصص في هذه المهن بأسلوب علمي ومدروس بشهادة دبلوم معتمدة تمنح الطالب الفرصة لمواصلة الدراسة حاجة كبيرة لتنمية مثل هذه البرامج التي تكسب الباحثين عن عمل مهارات حرفية يحتاجها سوق العمل عندنا الحقيقة حاجة كبيرة للمعادلة بين الشهادات الأكاديمية وبين الشهادات الاحترافية وهناك حاجة كبيرة في الشركات والمؤسسات لجذب البحرينيين يستهدف 300 باحث عن عمل وهناك برامج أيضا قادمة سواء في بولي تكنيك أو جهات أخرى مدعومة من تمكين نأعلن عن التعاون مع بولي تكنيك بحرين لبرنامج التلمذة المهنية التي تم إطلاقها من خلال حزمة البرامج التي أطلقتها التمكين والتي تستهدف 50 ألف بحريني في سوق العمل يركز برنامج التلمذة المهنية على شقين الشق الأول هو الشق التدريبي واللي يتم دعمه من صندوق العمل التمكين بنسبة 100% والشق الثاني هو العمل أو التدريب على رأس العمل بحيث أنه يتم دعم جور المتدربين عند أصحاب العمل بنسبة 50% طرحوا برامج متطورة في مجالات حرفية ومهنية متنوعة بالإضافة إلى عدد من البرامج التدريبية الاختصاصية من شأنها دعم احتياجات سوق العمل من التدريب والمتابعة وصولا إلى العمل الاحترافي وتوظيف الشباب البحريني كل حسب تخصصه برامج التلمذة على خمس تخصصات أساسية اللي يصعب الحصول فيها على بحريني اللي هي برامج السيارات، الكهرباء، اللحام، التبريد والتكييف والسباكة في هذا البرنامج بأن الطالب سيكون موظف من أول يوم فمو مثل الدراسة التقليدية سيكون الطالب موظف وبعدين نفتح له كرسي في الجامعة يدرس برنامج الدبلوم إلى مدة ثلاث سنوات وبعدين نفتح له أبواب أن يكمل دراسته إلى البكاريوس أو أن يفتح مشروع التجاري أو أن يواصل عمله في أي شركة من الشركات كلية التلمذة المهنية التابعة إلى جامعة بولو تكنيك البحرين تهدف إلى رفع مستوى المهارات المهنية وتقديم برامج نموذجية للكوادر الوطنية وللطلبة من خرجي الثانوية والباحثين عن العمل والعاملين من مختلف المستويات والأعمار وتزويدهم بالخبرات العملية عن طريق دمجهم في بيئات العمل الحقيقية إضافة إلى حصولهم على راتب ومزايا وظيفية بدعم من تمكين هذا المؤتمر يطرح الكثير من المواضيع التي تركز على أهم البرامج والتخصصات المختلفة والمطروحة في مجال التلمذة المهنية والتي من شأنها أن تساهم في تطوير مهارات العملة البحرينية الفنية في الشركات وتساعدهم في الحصول على شهادة دبلوم معتمد مع فتح مسارات مرنة لمواصلة رحلتهم التعليمية خولة لغرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين